موسيقى انتصار خارج الأرض في بطولة قرية قدام فريق برضو كويس فريق مش سيء فريق هو المنافسة الرئيسي بتاعنا على صدارة المجموعة قدرنا نحسن القصة كلها نحمده الله مبارح بالانتصار طبعا كل ده هنبني عليه مع اللي احنا شفناه اللي حصل في الملعب يعني اللي حصل حتى في موطشة الإسماعيلي إن الجهاز الفني بتدى شغله بتدى يبان ده ظهر أحسن أو ظهر أكتر في مجردتها بوسليم مبارح كل ده هيدك إيه زي حتى التفاؤل كده إن اللي جاي أحسن إن الفرقة قادرة إن هي تحققت وحطنا دي زميل فترة اللي جاي موتشة ببين علي بشكل كويس جدا أهميته إن هو فوز خارج الضيار فوز للجهاز الفني الأول مرة برضو حتة إن هو مستر جوزي جوميز اعتمد في المباراة وعلى التشكيل اللي هو يعتبر الأسف بدون اللعبة الجديدة يعني ما حطش في التشكيل المدارة المباراة عندها خبرة بالبطولة عندها خبرة أكتر بالأجواء فده طبعا فرق جدا ويبين إن الراجل مذاكر الفرقة مذاكر البطولة مذاكر المنافس بتاعه فكل ده نقدر نبني عليه بشكل كويس جدا في الفترة اللي جاية من اللي احنا شفناه بشكل عام شفت زي برضو شفت فيه تطور بيحصل من الوديات ليه الإسماعيلي ليه أبو سليم يعني أنت كنت شايفة إن فيه بصامات فعلا واضحة الجامز خلال المباراة دي كلها كده بالتوائي واربع عضوها يعني لو قلنا إيه يعني هنتكلم في الأول على البصامات الفردية على اللعيبة يعني البصامات طبعا بينا بشكل جامعي على الفرقة بشكل عام بصامات فردية شفنا أداء عمر جيبر الطور إزاي بقى له فترة ما بيظهرش بالمستوى دوت بقى لاعب يعني اللي هو يعني يقدر نقول له ايه ما فيش جانا عنه في الملعب قدر يستغل الفرصة اللي جاتها له بقى فكرة المدرب مع المدرب طبعا ويجهز الفن الجديد لما بيشتغلوا مع اللاعب بشكل كويس بيظهر ده على اللاعب جوه الملعب نفس الفكرة معصر عبد المجيد اللاعب برضو جوه الملعب ظهر بشكل مختلف وعصر عميبي يمكن كان لي يعني كان عليه انتقاضات كبيرة جدا في فترة اللي فاتت في المشترين اللي فاتوا بتاع السواء الإسماعيلي أو صرامات شاكو سيبين برح لا اللاعبة ده اللي يبين شغل المدرب الفني ان لما تلاقي اللاعب ابتدى يرجع نفسه وابتدى يظهر بالمستوى اللي هو الطبيعي بتاعه والمستوى اللي المنتظر منه من الجماهير ده نقدر يجيب بصمات الجهاز الفني اللي هو يقدر يركز فيه على كل اللاعب لوحده والده اللي بيظهر على الأداء الجماعي للفرقة يمكن شوفنا اندارح ومشوفنا بحطة من المواتشة الإسماعيلي الزماني كان أحسن أكثر استحواز مسلطرة بشكل كبير على الملعب بالروح كتير فرص كتير يمكن كان فيه عدم توفيف المواتشة الإسماعيلي مقدر نحسن المباراة الصالحة بس كان فيه رضع على الشكل العام لك الجهاز فني في أول مباراة لي مشاركة للمستوى الناس كانت راضية شوية نفس اللي حصل المباراة بقى له ايه ده يعني قوم تكملة أو تطور للموضوع بشكل أكبر لا ده يا جماعة فينا سبتة صعودي في الفرقة ده بيتحسن أنت ترعي برنا ملعبت مسلطرة بشكل كبير جدا عن مغرب الكامح أنا انتصار مستحق برأي الناس كلها لا اللي الزمالك يستحق كل الانتصار بتاعه يستحق اللي هو اللي أنا أتواجد على غرص المجموعة أتأهل الدورتين ونظام اللي أنا على غرص المجموعة كله طبعا ما يكسب في رحل أهل الزمالك دي حقيقة حقا جمالك شفنا مباراة أكتر من فرصة مغضرة بس أنت كنت بتتكلم أن أنت الأول كنت متدقين الزمالك أنت بحتاج تبني هجماتها كتير من كده مباراة لأ نبني هجمات كتير بنروح على الجون كتير عاملين زيادة عددية عاملين ضغط مقفلين كويس جدا دفاعيا تيكتيكيا كمان وراء كان شكلنا مختلف في الملعب بالضبطة شغل المدير الفني اللي هو كان من أهم الأزمات أو المشاكل اللي كانت فرقت الزمالك الفترة اللي فاتت إن احنا كان عمدين مشكلة في التمركز اللي يبقى جوه الملعب لما الفرقة بتوقفها جوه الملعب بشكل صحيح التمركز جوه الملعب كل عيد واقف صح عارف مكانه فين بتلاقي الدنيا سهلة الدنيا بسيطة أنت بتسهل الدنيا على نفسك وبتصعبها على المنافسة بتاعك فلما ده ظهر جوه الملعب أو لما جاز الفني يشتغل على القصة دي اللي يبقى جوه الملعب بشكل سليم بشكل مزبوط هنقولي ما فيش المدرب بيلعب بالطبيعي والمنطقي ما بيحاولش اللي هو يجود بشكل مش في وقته أو ما يجودش في النهاية مش محتاج يجود جوهت لأنه محتاج ألعب بالشكل الطبيعي الشكل اللي رايح اللعيبة كل اللعب في مكانه كل اللعب يبعرف دوره إيه شفنا تحركات طبعا يعني مبارك كان فيه تحركات كواسة جدا مثلا من عمر جابر بيكمل لجواه في قلب الملعب بيروح على الجون الناس ما كانت يعني بقولك بالنسبة لهم ما نفزماتش مبارح عمر جابر طبعا عمر مبارك بيرا جدا بيلعب في المركز مش مركزه ولما تيجي برضو بعض فترة كانت الناس يعني كانت مستنيه من عمر الأحسن فلما يظهر عمر بالشكل اللي الجبهري مستنيه فطبعا لازم ينال أشهد الناس كلها أشهد بيها واللي هو الناس كتير منه بزماتش طبعا لأنه هو يستحقها أسس طبعا كان في الهدف الأول حاجة على لعب الكرة بشكل رائع جدا لناصر منسي واللي عبدا في فكرة تقررت ده شغل الجهاز فاني لأن الكرة اللي عبدا تقررت أكتر من مرة ويمكن هي أنه قرة ناصر منسي اللي حقصنا من الهدف الأول لكنها تعملت أكتر من مرة وهضرنا بيها أكتر من فرصة ده كل ده شغل الجهاز بس أسجل برضو الهدف الأول ده ببنقة دي ومهاجم عنده أمكانيات عالية جدا مركز جدا متمركز صاح حاجات كتير جدا أنا بشوفها بصراحة في ناصر منسي ده يخلي فيه منافسة ودي حاجة كويسة إن فيه لعيبة بتبقى محتاجة تحس إن فيه حد بينفسهم على المركز بتاحهم فتدلوقتي بقى عندك منافسة قوية جدا بين ناصر منسي وسيف الدين الجزيلي ومعهم كمان سامسون بالضبط هو لما أنا أدخل أكتر من اللاعب في الملعب يظهر بشكل كويس هيبقى فيه زي إيه كل لعب بلعب في نفس مركزه عايزة راكم بشكل كويس عايزة موت نفسي في الملعب عايزة لنا لعب الأساسي ناصر منسي لعب دايما في المواتشاطة التي كبير شارك فيها وانا عايزة زمالك بقى لعب مؤثر هو مفيش مباركة لشارك إلا بقى ليه دوره كبير جدا في الملعب ناصر منسي عنده حتة لواء إيه أنا بموت نفسي عشان أستغل الفرصة بالضبط أنا عايزة أثبت إن لنا موجود أفتدي دي سيمة كويسة جدا في اللعب طبعا اللي في لعبها للأساس ما بتستغلش الفرصة متعرفش إنت اللي أنا موجود في نادي كبير زي نادي الزمالك اللي أنا لازم أقوت نفسي بكل مباراة عشان خاطر أظهر بالشكل اللي أنا أزبط بيه اللي أنا أستحق اللي أنا أبقى موجود في المكانة دي الناصر منسي عنده الحتة دي اللي أنا لازم أقوت نفسي لازم أزبط نفسي للجاز الفني أزبط نفسي للجمهور أنا زي ما كون مسلا اللاعب كان حلم ويلعب في نادي الزمالك فانا لازم أثبت ان انا استحق الحلم ده ولا انا قادر اللي انا بقى موجود في المكان ده مش اللي انا خلاص حققت الحلمي فخلاص انا بالنسبة لي الموضوع مش فارغ لا انا لسه عندي وعايز أدي وعايز أبين اللي عندي ودي حاجة غريبة جدا ما هو ده الشغل بالله هو اللعيب اللي بيعايز يموت نفسه عشان نثبت اللعيب اللي انا خلاص مش عشان بعيد فانا كاية كلاها بقى بعيد ما فيه لعيبة فعالة انت بتلاقيها بعيد حتى كنا ده بنقوله للمنتخب انت ازاي ازاي مثلا نزلت اللعب الفلاني واللعب ده بقى له كتير جدا رجله مش في الملعب ناصر منسي بقى له كتير رجله مش في الملعب ولكن فايق ومركز جدا دي هو الحيطة تحت اللعيب اللي عايز أستغل الفرصة اللي انا بستني الفرصة الجيلي اللي انا بقى موت نفسه عشان الفرصة الجيلي واول لما تجيلي لأنا لازم أثبت اللي لازم اللي لعب أساسي ده طبعا بيخلق روح تنفسية كويسة جدا جدا جوا الفرقة ده الممكن هتعب بفايدة كبيرة جدا على الموديل الفني في اقتياراته اللي عنده اختراكة الكويسة دهزة انا دايما عندي اللعب جاهز يعني المفروض كل اللعبة المتواجدة في قائمة نزل زمانك تبع عندها نفس الروح ونفس الفكرة بتاعتناصر منسي انه لما الفرصة الجيلي انا لازم موت نفسه اللي انا استغل لها وانه نثبت اللي انا بقى موجود وانه لما الفرق يحتاجني في اي وقت سواء أساسي سواء بديل اللي انا موجود وانه انا حضر هنا هعمل الضرور اللي علي لصانح الفرقة انت مع الفترة الجاية ان ناصر يلعب أساسي كمهاجم ولا شايف ان لا ده هيخلق اصلا نعمل من المنافسة بشكل ايجابي فهنلاقي التلاتة بيشاركوا هو يعني هو واضح من فكر جزي جميز انه بدرس الفرق كويس او اللي انا بلعبها طبعا مع خلق المنافسة القوية ما بين اللعيبة هو لما يدرس الفرقة اللي هو هيلعبها وهو عنده اللعيبة جاهزة فممكن تلاقي اللي هو بيعمل روتيشن كتير جدا في بعض المراكز يدي لكل لعيب ده مثلا مواجه على حسب الفرقة اللي هو اللعيبة فيه لعيب مثلا لو نتكلم عن خط الجمع والمهاجم الرئيسي في الفرقة فيه لعيب مثلا ايه هبقى محتاج مثلا مهاجم محطة مهاجم مثلا اللي هو جواة 18 يقدر يخلص للدنيا فيه ماتشات تانية يلاقي العزم هاجم سريع وهاجم يقدر اللي هو يلعب لي يطلع معي بالهاجمة بشكل أسرع لما يبقى عندك اللعيبة كلها جاهزة واللي هي في أي وقت أنا كجاهز فني على حسب الخطة اللي أنا ألعب بيها على حسب طريقة اللعب على حسب المنافس وإن أنا أحتاجك وإن أنا بجاهزة ده طبعا هو ده اللي يعوب بفايدة كبيرة جدا على الفرقة فأنا أتمنى إن زي مناصر بيبقى بعيد ويرجع ويبقى جاهز نفس الفكرة اللي هي مع سامسون في الماتشات الودية في الإمارات جاهز بشكل كويس عموان سامسون في الودية ها فكرة بيصبح بشكل كويس وهو واضح إن هم اللعبي اللي عايز يبقى رجلي في الملعب بشكل أكدر إلا أنا بقى نحتاج يأخذ مباراة أكتر وده هيحصل لأن طبيعا عندنا ضغط المتشاك كبير جدا في الفترة اللي جاية فهيبقى فيه رتشان كتير هيحصل في أكتر بمباراة فكل اللعبة بشكل كبير هتأخذ الفرص يعني حتى اللعبة اللي مشاركتش يعني هو راجل جاي بقى له اللعبة بطشين بس لأ واضح إن الفترة الجاية لا هنلاقي كل اللعبة موجودة ورجلها في الملعب حتى هو اللعبة اللي كانت بعيدة بيعمل معكت معك كتير جدا في التدريبات لو بياخد كل اللعب إيه في كل تمرين إيه اثنين ثلاثة لعب إيه يتكلم معهم على انفراض ويدي تعليمات يحمس اللعبة ده طبعا بيفرق نفسي جدا مع اللعب وكل اللعبي يبقى وصف لأنا أن أنا فرصيتي جاية اللي أنا دوري جاية اللي أنا مش بعيدة عن الفرق وانت كده كده انت عندك سكواد كوي فممكن فعلا تبقى حتة الروح والنفسية دي محتاج إن احنا نشتغل عليها أكتر كمان بالضبط هو ده اللي جميز واضح لو بيعمله مساعدة لما الراجل جيه قرر طبعا لما جيه ابتدى حتى أو كان أول اجتماعات عن الفرق كان بيكتمل مع شكبالة كان بيكتمل مع عبدالله الصعيد كان بيكتمل مع حمد عبدالشافي للي هو عرف إن دي الناس اللي عمل خبرات الجبيرة جوه الفرقة دي زي يقول إيه القيادات اللي جوه الفرقة مع عمر جبري طبعا فدول اللي بيوجهوا للرسائل اللعبة التانية وبرضه هو لو واحدة واحدة بتتكلم مع بقى اللعبة يقول له كل لعب مثلا إيه إنت دورك الفترة مثلا اللي جاية تبقى إيه للي هو مفيش حاجة محصومة خلاص مفيش لعب مثلا إيبعارف إلا أنا مثلا أنا كاكرة بعيد لا الفرصة المتاحة للجميع كل اللعب جوه الفرقة لها الفرصة وكل اللي هي لعب وكله هي شارك وده طبعا يعني برضو حتة الاختلاف في بعض اللعب مش موجودين في القايمة الأفريقية طبعا فيبقى ليهم دور كبير جدا في الدوري والكاس والناحية التانية يعني هبقى فيه زي الروتيشن إجباري هيتعمل وده طبعا ده دي فرض وفايدة جدا للفرقة اللي كله وانت معاك دلوقتي لعيبة يعني انت عملت صفقات قوية جدا صفقات هتبقى مفي دريج زي ما انت مثلا تغييرات جمز مبارح اعتمد على الصفقات الجديدة بالمناسبة شوفت ازاي تغييراته مبارح في المجارة هو الرجل يعني هو ابتدى في الأول بالشكل العادي الشكل الطبيعي اللي هو ادى بشكل كويس كالعيبة ومتصدرين للمجموعة لحد المطر بتاع مبارح واللي اكدنا في الصدارة فهو راجل حب يبدأ طبعا لا انكر لدورت برضو كابتن باعتمد جمال طبعا وابدادوا فاني المعاون طبعا عملت احسن دور وعملت دور كويس جدا ويعني وصلت الفرقة اللي حبتها كويسة جدا في البطولة خلتك مبارح تبقى بتلعب المباراة تبقى رحية كبيرة جدا بالضبط فهو يعني الراجل ابتدى مبارح اللي هو ايه عارف ان فيه لعيبة هي لسه جديدة على الفرقة فمش ينفع عديهم من اول المباراة فحب اللي هو يبتدي انا عندي فرقة كويسة كايكها اللعيبة اه كنا محتاجين دعم ومحتاجين صفحات جديدة لكن الفرقة دي نفسها هي كايكها حقا حقا نتائج كويسة جدا في البطولة في الشوطي التاني ابتدى يدي اللعيبة اللي هي الجديدة في الفرقة اللي هو خلاص انا شايف الاستحواز شبه ما في المية لانا الموتش بتاعي انا الاكفر سيطرع بكل حاجة فخلاص اعدي بقى اللعب دي ادخلهم في الاجواء بتاعت الفرقة بتاعت البطولة بطولة تعتبر هي الهدف الرئيسي للزمالك الموسم دوت وان شاء الله بيزن نطوك بيها وهتساعدنا لحنا نلعب بطولة تانية لها السورة الافريكي فهي بطولة مهمة جدا بالنسبة لنا الراجل اددى اللعيبة عشان يشوفها جوه الملعب طبعا يدخلهم في الاجواء ظهروا بشكل كويس جدا احمد حمدي ومتيابة وياسر حمد كلهم ظهروا بشكل كويس جدا لعيبة نزلت وقف على رجليها مفيش حد راهي بالموقف بالزبط وعفيكة يدي ميزة كبيرة جدا وده حاجة غريبة انت دفعت بتلات لعيبة مرة واحدة والتلات لعيبة جدا والتلات لعيبة قدوا بشكل كويس جدا ومفيش فعلا اي رهبة ومفيش اي خوف خالص من اي حاجة بالزبط هو ده بقى لما اللعيب يبقى خلاص هو دخل الفرقة الاجواء اللعيبة القديمة بتكسب اللعيبة الجديدة بتحاول تدخلها معها بسرعة في الاجواء يطلعوا في نزل زمالك لازم نظهر بشكل احسن حاجة كل اللعيبة موجودة خلاص معنا في الفرقة فكلنا خلاص واحد فاللعب اللي بينزل بتلاقي دعم مع اللعيب مثلا ايه القديم بتلاقي مثلا اللعب اللي برع الدكة بتحمس اللعب وانت يلا يعمل اللي عليك بالزبط اقصر الدنيا النهاردة كل الكلام ده بفرق جدا مع اللعيبة كنا محتاجين احنا كمان الروح دي الصراحة بالزبط كنا محتاجينها لان يعني نقولك بعد فترة صعبة شوية على الفرقة لنتاج مكتش احسن حاجة لما الموضوع واحدة واحدة مجلس درج جديد بيلب بكل طلبات الفرقة صفقات كويسة جدا نتعاملت في المركات الشتوي طبعا كل ده كل ده في عشر صفقات طبعا الرقم يعني وفي الحاجة اللي زي مالك محتاجها انا بعملش صفقة وخلاص او بدور على الصفقة مثلا الجمالية ناستقلت احنا اعتمدنا على الكام ولكن هي الكيف اصلا يا جماعة ان انت كل اللعيبة دي انت بحتاجها وديكو شفته بالزبط انا جبت اللعيبة اللي انا محتاج كان فيه شوك يعني كان فيه شغل اتعامل شغل اللي هو ايه شغل احترافي اللي انا بحشوف انا محتاج ايه بالزبط وهشتغل عليها جيبه ومدي مثلا اللي انا مثلا عندي مثلا اكتر كذا اكتراح في كل مركز لأ وعملت عملية احلال وتجديد بالزبط وفي توقيت اللي انت تعملي ده في صفقات شتوية وفي مصم تلاشر ده صعب جدا بالزبط فطبعا ده اللي حصل ده يعني نجاح كبير جدا فلما تجيبه عشر لعيبة كلهم لعيبة اسماء كويسة قادرة ان هي تلعب في نادي الزمالك وفعلا الفرقة محتاجاها فطبعا ده نجاح كبير وده اللي احنا بنشوفه ما هتحسن الاداة اللي حصل في التقليل خبير نيام معظمة طبعا صفقات كانت جماهيرنا الزمالك بتنادي بيها وطبعا بتتمنها طلال لست ازانك هنطلع فاصل قصير وبعدها نرجع ونكمل كلامنا ورجعنا لكم مرتين لكن قبل نستألف كلامنا مع المرقد الراديو السيدة طلال ابو صيف عايز اقول لكم على ستوري زيزو ونشرها من شوية على موقع انستجرام بتاعه موقع التواصل التمية على انستجرام بتاعه وقال الحمد لله دائما وابدا فكرة ان الواحد يبقى سليم بس حاجة في حد ذاتها نعمة عظيمة الحمد لله على فضل الله وكرمه وشكرا جمهور الزمالك العظيم اللي مش حاجة غريبة عليه من دعم وسؤال على لعبته والحمد لله واشوفكم المطش الجاية الف سلامة عليك يا زيزو واحد طبعا من اهم اللعيبة الموجودين في الزمالك وفي مصر عموما وجود طبعا اضافة كبيرة جدا للنادي واضافة كبيرة جدا طبعا للفريق وكلكم طبعا عارفين حاجة زي كده كل الناس بما راح بتتساءل على زيزو ايه اصابة زيزو زيزو نفسه هو يا جماعة بيطمننا انه ان شاء الله يا رب ان شاء الله تبقى وسيطة وتعليك بسرعة جدا وان شاء الله يكون موجود المطش اللي جاي طبعا احنا محتاجينك يا زيزو ان شاء الله ترجع لنا بألف سلام وترجع لنا كمان حسن من الاول بإذن الله كلمك يا طلال وعايزة اتكلم من المبارح عموما على اصابة زيزو قد ايه زيزو من اللعبة اللي فرقه مع الفريق بشكل كبير جدا مش بس على المستوى المهاري على فكرة زيزو بيشكل طمأنينة للجماهير والجهاز الفني لوجوده كمان في أرض الملعب هو زيزو يعني راح من حتة اللي أنا لعب نجم موجود جوه الفرقة لواحد اللي راح في حتة اللي هي الأساطير اللي هي بيبتوق واحد من أسطير نادي الزمالك فبعيد عن أداء هو الملعب اللي هو طبعا كواحد من أهم اللعبة اللي موجودة في مصر بشكل عام وموجودة في نادي الزمالك هو وجوده بيدي تقمينة كبيرة جدا للجمهور يعني حتة الإصابة اللي هو تعرض لها مبارح وخروج ما بين الشرطين طبعا حملت حالة من الخوف طبعا كبيرة جدا خاصة من الزمالك عن موضوعات مهمة جدا من فترة اللي جاية أما طبعا موضوع نادي كاسموس طبعا فالناس بقى شغلها الشاغل ودنيا الناس عايزة تطمن دكتور محمد السامون خرج تطمن الناس بعد الموضوع كبيرا للموضوع بسيط الموضوع إن شاء الله زيزو كويس وهي يعني يحتاج التوقف الكاحل بس بسيط وإن شاء الله هيبقى موجود في المرات النائل كذب شكل طبيعي زيزو كمان النهاردة بيطمننا بشكل أكبر اللي أنا شوف كل ما تشجعني الحمد لله وبنسبة كبيرة طامن بشكل أكبر إن الموضوع بسيط وهيبقى موجود معنا لأنه وجوده يعني من أهم لاغنة عنه لاغنة عنه بالضبط يعني لاغنة عنه بالنسبة للفرقة وبالنسبة للجمهور بيدي صغة كبيرة جدا بالضبط نزيل متلك هو بيسرق معاك نفسيا كمان جغل المباريات حتى مع لما تلعب لما يبقى القسم اللي قدامك عارف اللي زيزو موجود في الملعب غير وزيزو مش موجود في الملعب فالحمد لله برغب عليك دينو قطة برضو من الخصم بعرف إن زيزو معاك بعرف إن أنت بتشكل خطورة كبيرة جدا بالضبط كل حاجة بتفرق طبعا جدا فالحمد لله هو يبقى موجود معنا بشكل طبيعي طبعا ده لا يقلل من الفريق كله ولكن لا شك إن زيزو لا طبعا هو الفرقة الحمد لله عندنا كلها نجوم وفرقة كلها لعبات كويسة لكن دايما في أي فرقة في العالم بيبقى عندك لعيبة اثنين تلاتة مميزين مميزين مؤثرين بشكل أكبر فدي حاجة طبعا واحد يزو من واحد من اللعيبة دول دي حقيقة شفت مبارح كمان في المبرى عمر جبر لعب في مركز غير مركزه مش حعيز أكلمك إن الجميلة مبسوطة منه وإن عمر قد أدى كويس إنت كناقد رياضي وكحد برضو ليه رؤية فنية شفت إنه هو أجاد بنسبة كم في المية في المركز يعني هو عمر يعني مش مفاجأة بالنسبة لنا أو مش مفاجأة الناس كتيري إنه هو بيقدي دايما في اللقاة الصعبة عمر اللعب من اللعب الرجالي اللي هي بتاعت اللقاة الصعبة وبتلاقيه بيعمل كل حاجة ممكن أي حد يتقل ممكن المصر الموديل الفني بيستنيها منه عشان أدى الدول اللي عليها طبعا هي مهمة صعبة بتلعب ماتش بتلعب قرية ودعم فريق كويس بتلعب في مركز غير مركزك بتطلع إنت كلاعب إنه بنجمل ماتش فطبعا ده يبين لك قد إيه هو ظهر بشكل كويس أنا بالنسبة لي مثلا لو هقيم عمر جيبر مبارح يعني هنددله تسعة تسعة ونصف من عشرة اللي نهو بيلعب في مركز غير مركزك بخير مركزه واجات فيه بشكل كبير جدا سنة أكتر من فرصة بتحركته في الملعب كويسة جدا التخطية بتاعته كويسة جدا فطبعا عمر ده اللي احنا مستنينه منه عرضه ما حسسكش كمان بالغيابات اللي موجودة طبعا من ربنا يرجع فتوح ويا عبد الشافي وضايب السلامة ما حسسكش كمان أن انت عندك نواقص أو عندك غيابات تلاتة في نفس المركز بالضبط هو يعني لما اللعيب اللي بتديله اللي هو الثقة اللي هو يديلك في مركز غير مركز ويظهر لك بالشكل ده ما بيحسسكش بالغياب آه طبعا زيبانك متأثر كبير جدا بالغيابات اللي موجودة طبعا لكن الشكل اللي ظهر على الفرقة بشكل عام اللعيبة اللي اللي لعبت في غير مركز زي عمر جيبر مثلا لما يظهر بشكل كويس ويقعد بشكل كويس ما بيحسسكش انت بالغياب لكن كالجهاز فني هو طبعا بالنسبة له الأحسن اللي اللعيب الأساسي بتاع المركز ده هو اللي يبقى موجود لكن عمر جيبر بتقلقه مبارح ما حسسناش نهائي بالقصة ده ده حقي عايزة نروح معك كمان لمصطفى شربي خاصة أنه هو كمان رجع من الإصابة أدى الأداء المرجو من مصطفى شربي ولا لسه محتاجين نزور عليه شوية كمان لا هو مصطفى لسه محتاجين نزور عليه اللي هو لسه رجع من إصابة ولسه كان غاية بقاله فترة فواحدة واحدة هيبتدي يدخل جوال فرقة مصطفى قبل الإصابة كان متقلق بشكل كبير جدا كان برضو وصل لحيطة لنا من أهم اللعبة اللي موجودة جوال فرقة يعني حجز مكانه بشكل أساسي يعني بجدارة وسط حقاك برضو بالأداء اللي كان بيقدمه بقى أحد الحلول المهمة جدا للفرقة واحدة واحدة مصطفى هيبتدي اللي يقته ترجع يدخل في أجوان وراد تاني حسسين وراد ترجع له تاني هيبتدي يرجع إن شاء الله بإذنها وحسن للمستوى اللي كان عليها قبل الأصابة برضو عايزة روح معاك لئة اللعبة الصفقات الجديدة اللي شاركت مبارع مين أكتر حد لفت نظرك؟ والله يعني هم التلاتة ظهروا بشكل كويس سواء أحمد حمدي متيابة يسر حمد نزلين وفينا عارفين كويس بيقدوا المطلوب منهم بشكل كويس كل اللعب يحاول يقدم السهل عشان خاطر يظهر بشكل كويس لو أقولك على أكتر حد عجبني فهو متيابة متيابة عجبني أكتر حد ليه متيابة لعب صغير في السن لعب مش كبير له هو صغير في السن ولعب برضو يدخل على أجواء بعيدة عنك غريبة عنك وتلعب في ناس الزمالك اسم كبير جدا في القرار الأفريقية فاللعب لما يجيلك وافع الكرة صح بيتحرك بشكل كويس يمكن كان لما لعب في مطش الشباب كان برضو ناس كانت مثلين لو يزروا حسن من كده فهو مبارح لأ ظهر بشكل أفضل تحيس لو أبتدى يدخل فعلا في الأجواء أحمد الحمد عنده ميزة كبيرة جدا برضو عشان ما ننكرش حقه اللعب لما بيسترم الكرة دايما طريقه قدام ودي ميزة كويسة جدا في لعب نص الملعب لما دايما أقدر بدينك الهجمة بشكل أسرع بشكل سريع دايما رايح في اتجاه المنافس ما برجعش مثلا بالكرة ما بلفش حوالي نفسي ومش عارف عميه لأ هو بيأخذ الكرة شايف الملعب بشكل كويس جدا قري اللعبة كل واحد فيه بيطلع الكرة من رجله صح نازل عنده صغيرة كبيرة جدا في نفسه لا 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 أنا مش جديد على نازل زمالك لا تحس اللي هو لعب ده موجود من قبل كده بقلوه كتير معنا ياسر حمد من نوع اللعبة دروحها الكتالية عالية يمكن احنا شوفنا قبل كده لما كان موجود مع النازل المصري شوفنا مع منتخف فلسطين لعب بيناوت نفسه جوا الملعب برضو كان ظهر برضو في اللعبتين برضو عامل تكلم بشكل كويس بيكمل في الكرة بشكل كويس في الكرة الهوائية عنده فيها قدرات عالية جدا يعني ان شاء الله بإذن الله هي دي كانت يعني نقولي بداية زورهم للناس بقيت لما يدخلوا في الأجواء برعة للفرقة في الفترة اللي جاية عنشوفهم بشكل أكبر طبعا هو الراجل واحدة واحدة بيدخل الناس فكرة ان انت براح كنت بتلعب مباراة رسمية لان انا بشوفهم الرسمي غير الودي فكرة انك انت براح كنت بتلعب بقريحية وبتلعب في مباراة رسمية برضو قدت قريحية كبيرة جدا جدا لجمز نوع يقدر يدفع بثلاث لعيبة من الصفقات الجديدة مرة واحدة طبيعي هو الراجل شايف الفرقة مسيطرة على الملعب شكل جديد بتقدمينه 2-0 احنا القارب حتى يعني احنا بتقدمين 2-0 احنا القارب اللي احنا نهدف تاني اللعبة بتلعب بقريحية كبيرة الفرقة شكلها جوه الملعب كويس جدا انت مركز كل لاعب واقف صح جوه الملعب فهو طبعا لا انا لو مش هدي اللاعب الفرصة في وقت زي ده هديله امتى فهو ده كان طبعا احسن وقت لو يدي اللعبة ويدخلها جوه الأجواء اول راجل طبعا اتكلم شوية بعدها بعد المباراة في حتة ان انا ان هو شايف ان هو كان مخطئ لحد ما فكرة ان هو يدفع بربع تغييرات مرة واحدة وان ده كان غلط بالضبط ان هو حس ان التراجع اللي حصل فيه تراجع الى حد ما الفرق استقبل هدف هو هدف طبعا اجري صحيح لا ده لسه اروح لقصة الهدف دي فهو راجل يتكلم هو حس يعني هو ده برضو مدير فني زكي مدير فني بتاع تحمل مسئولية هو ممكن ان انا كسبت خلاص وان انا مكسب خارج الديار مع فرقة كويسة فرقة هاي المنافس بتاعي على صارت المجموعة وانا كسبتها في ملعبها فخلاص طبيعي جدا بيحصل التراجع في الاداة لما الفرقة بتبقى كذبانة ده طبيعي جدا في الكورة لكن ارجو احب يتكلم لا يا جماعة اللي لوقي ده ما كانش مفروض يحصل اللي لا الاداة بتاعي اللي انا ببتدي بيه هو لازم اللي انا ننهي بيه فهو راجل يتكلم بشكل منطي جدا ان انا في تغييرات حصلت اللعيبة لسه بتدقل في الاجواء فاللوقي يعني هنعدي قصة التراجع اللي حصل عشان خطر اللعيبة دي اول مرة قد تشارككم برغسمية معناه في الزمال دي حقا وانا ببساطة جدا من شخصيته انه هو معترف بالخطأ معترف الخطأ يقدر يعالجه بالضبط وهو حتى انا مجدش مجبر ان هو يتكلم فيها عند راجل كذبان ده من صدارة المجموعة فانا مش مجبر ان اتكلم على اخطاء ومشاكل حصلت بعد المباراة كنت مجرد اتكلم على المكساب احنا الحمد لله كسبنا الكلام الطبيعي اللي ممكن يتقال لكن هو راجل لا اتكلم في كل حاجة اتكلم في اللعيبة عشان باللعيبة حتى هو لما اتكلم على وجهة نظري اللي انا لأ انا اللي هتحمل التراجع اللي حصل ده عشان محدش يهاجم اي حد من اللعيبة اللي شاركت هما كلهم ظهروا بمستوى كويس بس طبعا ممكن يحصل انتقادات ممكن يحصل اللي اللي لزمالك مثلا كان افضل قبل التغييرات فهو راجل لا لجا ما انا هتحمل المسؤولية تغييرات دي حصل وكان لازم تحصل عشان اللعيبة تدخل في اجواء الفرقة تبتدي تندمج في المباراة خلاص كنا شاب خلاص محصول بالنسبة لنا فطبعا هو الكرار بتاع قرار صحي جدا بالدفع اللي عميين في التوقيت دوت وده ان شاء الله انسى بوقت وده هيفيد الفرقة في المباراة اللي جاية لان عندنا قزة مباراة قزة مباراة عندك الدخلية باقي عندك الكاس فكل اللعبة لازم تبقى جاهزة وكل اللعبة لازم تبقى رجلها في الملعب نروح بقى الحكم المباراة ونروح للهدف اللي احرزه يا بسليم الليبي اللي انا ما شفتهش اصلا الهدف تخطر المرمى هو الهدف متخطرش المرمى نهائي يعني الكرة بعيدة جدا احمد الرأي نفسه اصلا واقف غلط هو مش واقف على الخط المرمى عشان يرشوه بشكل كويس لا ده هو كان واقف اصلا متقدم بشكل كبير جدا فهو مستحيل يشوفها يعني حكم المباراة هو كان اللي قرب لللعبة ومحسبش حاجة ومحسبش حاجة ومشاورش وقال كمبله لعب عادي لما الرجل اتحرك لما حمل الرأي تحرك فخلاص هو لازم في اللعب اللي بتبقى زيدير هو لازم حمل الرأي هو اللي بيحسمها فلما رجل رفع الرأي ورح بيجري على نص الملعب فراجل صفر جون مع انه انا متأكد ان الحكم نفسه شايفها مش جون بس هو خلاص سواء القانون اللي حصل اللي تحمل الرأي عملي هو ازاي حسابها هدف والله احنا دايما نفعل في يعني في قرط افريقيا داخل ان انت كالليك ركل الجزائر اصطر تحكي كبير اللي هي بينة جدا والحكم شايفها والحكم شايفها فيا جماعا لو لا كده كتير يعني كده كتير لان احنا بيحصل معرف نادي الزمال يمكن فيه بطولات كنا بنخرج منها بسبب اخطاء زي دي والكاف كمان الموسم اللي فات على فكرة بسبب اخطاء تحكمية برضو اكتر من ضربة جزائر متحسبش هدف اصطر تتحسب فينا تتحسب عادي فهو نفوض الكاف لحد امتى هنفضل بالشكل ده لا يا جماعة المفوض اللي احنا كنا منشد بالحكام في بطولة افريقيا فهو نفوض تكمل بنفس الطريقة ما ينفعش اللي انا في مرشاط في بطولة قررية اجيب حكم حامل راية هو مش شايف لعبة فيجري حسابة جونها لو افترضنا مثلا اللي مباراة دي مباراة مصرية فرقة هتقرب من البطولة طيب انت بتضيع مجهود فرقة بالكامل في لعبة انت بتعملها بالزبط ده غلط جدا ده غلط جدا بتعملها بل انت هتضيع مجهود فرقة في لعبة انت مش شوفتهاش خلاص ما تحسبهاش عبراً ده غير انت ده حرام يعني انت بتضيع مجهود فرقة تانية انت انا قاعد مستحوذ الموتش كله مقفل كويس جدا دفاع عامل اللي عليه في الاخر انت تحسب لي هدف مش هدف اصلا والله هو الهدف ده هو اول هدف اصلا يعني الهدف الوحدي اللي جي فينا في دور المجموعات هدف مش صحيح طب انت ليه ممكن افرنش دور المجموعات كله اعمل حاجة تاريخية اللي انا مدخلش فيها ولا هدف فعالية انا تحسب عليه هدف ازاي ده وفكرة ان دور المجموعات من غير فار ده يعني فكرة كاريسية المفروض خلاص يا جماعة اللي هو الموضوع ده بقى مستفز جدا من الكاف لازم تجاهز كل الدول عشان يبقى في عدل بالضبط جاهز الاستعداد يا جماعة دور المجموعات ده مهم لانه هو بيخلي الفرقة تكمل بعد كده بصبب وانت لما تخلص على فرقة في دور المجموعات ما خلالش شكرا انت بتقتلها برضو مش فكرة اللي انا لا في اصل لما اطلع في ادوار اقصائية هبتدي اعمل اعمل في بار بقى تمام الاول ممكن ما صعدش بسبب اللي انت بتاعمل يعني احنا كنادي الزمائج احنا كنا بنزلنا في ماتشين 3-4 خلاص ما انت بتخلص علي مدري ان لو قد تحقي هبقى موجود كل موسم في الأدوار الاقصائية صحاف دوري أبطال صحاف كونفدرالية بالضبط وده طبعا الفرقة كلها الحمد لله ان احنا قدرنا برح نكسب ونتصدق الحمد لله ان التحكم الافريقي ممكن نخلص عليها في ايضا احنا احنا معك درقاتي يا طلال لي سؤال حلقتنا النهاردة على مواقع تواصل الاجتماعي وكان سؤالنا النهاردة ايه هي مكاسب الزمالك من الفوز على بوسليم الليبي في الكنفدرالية لم ياء حسن مساء الفلة عليك يا مها بشكرت جدا لم ياء مكاسب الزمالك من الفوز على بوسليم هي تصدر المجموعة عودة الروح والثقة والانسجام التام بين اللعبين ظهور الصفقات الجديدة ومشاركتهم أربعة اللعب الجماعة وتطور أداء الفريق كل التوفيق للزمالك فيما هو قادم حياتي ليك يا مها والقناة الزمالك مشكورك يا مها حمودة سامر الحمد لله ومبروك علينا الصدارة واللي على القادم أفضل الزمالك عامل مباراة جميلة تحياتي ليك الزمالك وكل فريق العامل مشكورك جدا يا حمودة عبدالحفيز السبعاء ومسا يخر عليك مشكورك جدا مكاسب الزمالك في المباراة كتير منها رجوع الثقة للفريق وبقى فيه انسجام بين اللعبين والأداء الجماعي طيب أفضل وكمان زهور بعض الصفقات الجديدة بمستوى طيب أتمنى الاستمرار على نفس المستوى في كل المباراة القادمة زمالكاوي الآخر العمر عبدالله صبري هكا المسائل فل عليك يا مع الأستاذ طلال أبو صيف بنشكورك جدا مع كل مكسب طبعا الفريق بياخد الثقة وطبعا مع مشاركة الصفقات الجديدة اللي بدأت تحط رجليها في الملعب والمكسب طبعا هو تصدر المجموعة قبل الجولة الأخيرة اللي يكون فرصة جديرة للصفقات الجديدة لنها تاخد وقت أكتر وإن شاء الله وأكيد طبعا المكسب بيجيب مكسب وبالتوفيق في القادم لندينة الملكي العظيم بشكرا حضراتكم دائما وأبدا عن تواصل معنا وصوص طراء كنتم نوارد النهاردة كنت سعيدة جدا موجودة أنا هسعد والله والحمد لله ودائما نتقابل في المتصارات إن شاء الله ندي الزمالك بيذنك إن شاء الله النهاردة نحتفل بالتصار بنيت طير الزمالك إن شاء الله بإذنك يا رب النهاردة أتمنى أن أنتم تحرزوا الكاز بشكرا حضراتكم دائما وأبدا على المتابعة كده تكون خلصة حلقتنا أشوفكم بكرا على خير يا رب إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج أخبرنا